أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق ورحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من مادة المعدات للصف الأول طبعا إحنا بداية ترم تاني إن شاء الله أتمنى طبعا أن أنتم تكونوا قبليتوا بلاء حسنا في الترم الأول وحلتوا في الامتحانات الترم الأول بشكل جيد وبأداء ممتاز وإن شاء الله ده يكون نفس أداءنا في الفصل الدراسي الثاني قبل ما نبتدي نشرح في الأجزاء أو المعدات أو المنهج بتاعنا بتاع الفصل الدراسي الثاني حب الأول الحلقة النهاردة بتاعتنا تكون حلقة تقديم أو تعارف على المحتوى الكامل للترم تعودت دايما وأنا طالبها أن أنا بمسك الكتاب الأول أطلع عليه بشكل عام وبعد كده أبتدي أذاكر وأحضر وأجهز دروسي قبل حتى ما تتشرح في المدرسة عشان أكون مؤهل للمناقشة أو للاستيعاب مع المدرس بتاعي طالب هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية أنت مش مجرد متلقي أنت مشارك في العملية التعليمية وأنت أساسها لأن أنت لازم تتفاعل وتتلقى وتفهم وتحلل وتسأل عشان توصل للمعلومة السليمة الأكيدة طبعا إن شاء الله الترمي التاني عندنا محتوى بسيط مش صعب يمكن بس شوية في حاجات متطورة مستوحى من السوق الحالي اللي موجودة في السوق علشان نقدر نتواكب لما نخرج لسوق العمل إن شاء الله المنهج بتاعنا منهج لطيف خالص وسهل وإن شاء الله هتقدروا تتعرفوا عليه بسهولة خلينا نشوف مع بعض كده بعد أجزاء المنهج بتاعنا في الفصل الدراسي التاني ومادة المعدات عندنا في الفصل الدراسي التاني بتتكلم عن إيه أول موضوع عندي في محتوى الفصل الدراسي التاني معدات تطبيق الطلاق والزخرفة المعدات الخاصة بتطبيق الطلاق والزخرفة طبعا دي معدات متعددة من أول ما بجهز السطح للطلاق بإن أنا بعمل طبقة المعجون وكل ما يستخدم فيه السككين هل السككين للمعجون بس؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي يبقى أول معدة من معدات الطلاق والزخرفة هي السككين شايفين مع بعض كده؟ دي أنواع مختلفة من السككين بتستخدم على حسب الاستخدام على حسب السطح بتاعها هل دي بس أنواع السككين اللي أنا هدرسها؟ لا ده فيه أنواع كتير من السككين بأشكال مختلفة ومتعددة عندي كمان سككين سطحها مقوص عندي سككين مششرة لأغراض زخرفية زي السككين اللي بتعمل بها الكرانيش بتاعة الأسقف أنا عندي سككين متعددة لاستخدامات متعددة إحنا هندرس بعضا منها أنواع السككين اللي إحنا هندرسها أول حاجة سككين المعجون ودي الأشهر أو الأكثر معرفة في المجال بتاعنا كلنا عارفين سككين المعجون طبعا بنعمل بيها إيه؟ دي اللي بنطبق بيها المعجين على الأسطح طب إحنا بنعمل ليه معجون على السطح؟ ها شاطرين برافو عليكم علشان يعملي استواء للسطح يديني سطح مستوي خالي من التجعيد أو النقر أو لو فيه أي عيب من عيوب السطح أنا بغطيها بالمعجون ده شكل سكينة المعجون الجزء المعدني بنسميه السلاح اليد طبعا اللي بنمسك منها السكينة الجلبة هي جزء معدني بيجمع السلاح مع اليد يعني لما بسبت السلاح مع اليد بلف عليهم هذا الجزء اللي هو الجلبة وده اللي بيديني التثبيت التام للسلاح مع اليد دي أشكال من سكينة المعجون فيه مبططة وفيه المدببة اللي زي ما احنا شفناها والجزء اللي انتوا شايفينه ده اسمه سكينة كف اللي هو بدون يد طويلة ليه؟ لأن أنا أحيانا بستعمل سكينتين سكينة بسندها على ايدي ببتدي أنقل المعجون من هنا لهنا عشان أتحكم في جزئية المعجون الجزء اللي بسنده على ايدي اسمه سكينة كف الجزء اللي بعمل بيه المعجون على الحيطة اسمه سكينة الحقط يبقى سكينة الكف اللي انتوا شايفينها على يمين الشاشة اللي هي من غير يد طويلة لكن لها جزء يتم الامساك بيه اسمها سكينة كف دي أشكال تانية من سكينة الكف وإن كان في الوقت الحالي بقوا يعملوا سكاكين كف حديثة بتبقى ديها من البلاستيك وسكاكين معجون كمان مرنة من الألمونيوم غير قابل للصدق وبتبقى سهلة في امساكها وبتبقى أخف في الوزن وبتبقى أسهل في الاستخدام طبعا زي ما احنا شايفين وزي ما شفنا في الصورة الأولانية إن سكاكين المعجون بتكون مقاسات مختلفة مش كلها مقاس واحد بتبدأ من نص بوصة وبتوصل لحد 8 بوصة زي ما انت عايز حسب مساحة السطح اللي هشتغل عليه تاني نوع من السكاكين سكينة البلتة من اسمها كده يبقى بتستخدم على البلتة فاكرين البلتة الخشبية اللي خدناها في الصف في الترم الأول برافو عليكم خدنا البلتة الخشب كاتليه لمسج الألوان وقلنا سكينة البلتة بعمل فيها إيه؟ بمزج بيها الألوان على البلتة طبعا ده أشكال متعددة وفيه برضو اتجاه جديد في الفن دلوقتي إنه مش بيستخدم سكينة المعجون في المسج فقط لا أحيانا بيستخدمها في تطبيق الرسمة نفسها على اللوحة يعني بدل ما بيلون بالفرشة بيعمل اللون بقوام سميك شوية وبيعمل لوحات بمجرد استخدام سكينة المعجون يعني بقت السكينة بديل عن الفرشة وده فن معروف دلوقتي وبيطلع لوحات جميلة جدا بس طبعا بيحتاج فنان ماهر علشان يقدر يطلع بالسكينة دي نتيجة تشبه نتيجة الفرشة طبعا مع لمسات السكينة المختلفة سكين الرخامة من اسمه كده برضو فاكرين فاكرين لما قلنا في الترم الأول ان الرخامة يتم تنصفها وعجن الألوان عليها بسكين الرخامة هو ده شكل سكين الرخامة سكين الرخامة زيه زي سكين المعجون زي سكين البلدة بتتكون من سلاح بس هنا بيبقى مرن وصغير بعد كده الجلبة اللي بتجمع السلاح مع اليد اليد اللي بمسك منها السكينة سكينة رخامة يبقى بستخدمها في عجن الألوان على الرخامة أو صحق الألوان على الرخامة وكمان بستخدمها في تنظيف الرخامة لو في بقايا ألوان على الرخامة سككين الإزالة واخدنا واحدة منها في الترم الأول اللي هي الرشمة فيه أنواع متعددة من سككين الإزالة ومن اسمها كده اسمها ايه؟ سككين إزالة إذن بتستخدم فيه إزالة الدهانات بعد حرقها بالنار أو بعد تليينها بالمزيبات يعني أنا عندي دهان قديم شديد للتصاق بالسطح بابتدي أدي الدهان ده مادة مزيبة تدي له جزء من المرونة لما يكتسب شوية مرونة أبتدي أكهة السطح بسكينة الإزالة حسب نوع السطح زي ما احنا شايفين في منها المستقيم في منها المدبب في منها المنحني لأن أنا عندي أنابيب عندي أسطح مستوية كل دي أسطح شكلها مختلف بحتاج أشيل الدهان من عليها فكل إزالة بتحتاج سكينة بشكل خاص كمان لو أنا أزلت الدهانات بالحرق بعد احتراق الدهان بيبتدي أتقشر ببقى محتاج بس حاجة صلبة تشيل بوقاياه من على السطح نبتدي بأهم حاجة عندنا طبعا أساس شغلنا كله في الرسم الفني وأساس استخدامنا في الدهانات وأهم معدة من المعدات اللي احنا بندرسها المراقيش أو الفرش المراقيش هي اللي بتستخدم في التزين والزخرفة وكلمة مراقيش هي كلمة فرش لاتنين بنفس المعنى المراقيش أو الفرش قبل ما ابتدي أتكلم عن أنواع الفرش وعن استخدام الفرش عايز أقول إن أنا عندي تكوين أساسي لأي فرشاة كل فرشاة مهما اختلف شكلها بتتكون من أربع أجزاء رئيسية اللي هي الجزء الأساسي اللي هو الأشعار والأشعار دي حاجة من ثلاثة يئم أشعار نباتية يئم أشعار حيوانية يئم أشعار مصنعة تاني النهاردة إحنا هندرس السنة دي والسنوات القادمة عدد كبير جدا من الفرش كل الفرش اللي إحنا هندرسها بلا استثناء بتتكون من أربعة أجزاء رئيسية ليه أكدنا عن الكلام ده وليه بنأكد عليه عشان لو جالك أي فرشة في الامتحان تكوينها هو الأساسي فاكرين لما قلنا إن أنا في عندي معلومات أساسية قابلة للتكرار وفي عندي معلومات بتكون مرة واحدة لمعدة واحدة أهو أنا من المعلومات الأساسية عندي في السكاكين إن السكاكين سلاح وجلبة ويد وممكن تكون بدون جلبة تكون سلاح ويد فقط زي السكاكين الحديثة اللي اليد بتاعتها من البلاستيك وبتتسبت بالصب أو بالإيه أو بالتثبيت بالمسامير طيب نيجي للفرش ودي طبعا من أهم المعدات عندنا إحنا قسم زخرفة أساس عملنا بالفرش المختلفة سواء في أعمال الزخرفة أو في أعمال الدهنات الفرش بتتكون من أربع أجزاء رئيسية أي فرشة في الغالب بتتكون من هذه الأربع أجزاء الجزء الأول للأشعار وده أهم جزء في الفرشة الأشعار اللي هو شعر الفرشة اللي بقوم بعملية التلوين به والأشعار يا إما أشعار حيوانية زي شعر الخنزير وشعر المهر البولاني وأشعار حيوانات زي حيوان السمور مثلا ده بتعمل منه أشعار الفرش يا إما مصادر نباتية زي النخيل أشعار النخيل بتعمل منها فرش نباتية عشان تبقى رخيصة السمن زي دهاني الجير لانها بتكلف بسرعة وبتترمي بسرعة فبابقى عايز اشعار رخيصة عندي الفرش الحديثة اللي موجودة دلوقتي في منها اشعار معمولة من اللداء المصنعة اللي انتوا هتاخدوها بالتفصيل في الصف الثالث ان شاء الله في مادة الخمات ودي بتبقى عبارة عن اشعار مشابهة للاشعار الطبيعية ولكنها مصنعة من مواد كيميائية يبقى اول حاجة عندي الاشعار ودي اما طبيعية اما مصنعة الطبيعي حيواني ونباتي ياما مصنع او مخلق او غير طبيعية الحاجة التانية اليد اللي ممسك منها الفرشة واليد غالبا تكون من الخشب او من البلاستيك او من بعض اللداء البلاستيكية الحديثة القوية زي الاكريلك بتبقى مادة قوية جدا وفي نفس الوقت بتديني نفس السبات بتاع الخشب ولكن بتقاوم العوامل الجوية وبتبقاش محتاجة لديان لانها بتبقى ملونة بطبيعتها ده بالنسبة لليد يبقى اول حاجة الاشعار تاني حاجة اليد اللي بمسك بيها الفرشة تالت حاجة الجلبة الجلبة هي اللي بتجمع الاشعار مع اليد بجيب الاول الاشعار بجمعها حوالي المنشور خشبي بسبت المنشور الخشبي ده مع اليد وبجمع اليد مع الاشعار بواسطة الجلبة الجلبة غالبا تكون مصنوعة من المعدن الجلبة غالبا مصنوعة من المعدن الجزء الرابع هو جزء غير مرئي هو المادة اللاصقة اللي بتوضع للأشعار عشان اجمعها حوالين المنشور الخشبي الموجود في اليد يعني اليد منتهية بجزء حتى انتم لما بتكسروا الفرشة بتاعتكم او لما بتتفك منكم بتلاقوا ان فيها جزء من الداخل الجزء ده رفيع شوية او حجمه اقل ده اللي بتحط حوالين المادة اللاصقة وتبتدي تتجمع الأشعار بالمادة اللاصقة اللي غالبا بتكون من اللدائن وفي الفرش الرخيصة بتبقى من الغراء يبقى انا عندي اربع حاجات عندي الاشعار عندي اليد عندي الجلبة عندي المادة اللاصقة دول اربع اجزاء رئيسية موجودة في جميع انواع الفرش وطبعا هنتكلم عن انواع الفرش المختلفة وخلينا نشوف مع بعض ايه هي انواع الفرش والمرقش عندي فيها جسمها فرش وعندي فيها جسمها امشاط وفيه اقلام وفيه مدقات الفرق بين الفرش والامشاط والاقلام والمدقات فيه الشكل بتاعها يعني الفرش جلبتها مدورة الامشاط الجلبة مبططة زي اللي بتشتري تدهن بيه في البيت الاقلام بتبقى اشعارها طويلة وقديها طويلة المدقات اشعارها قصير وصلب لاني بستخدمها بطريقة الدق مش بدهن بيها دهان بشكل عادي يعني بدق بيها او بستخدمها بشكل يشبه حركة الشكوش عشان كده بسميها مدقات لكن في النهاية فرش امشاط اقلام مدقات دي كلها انواع من المراقيش المستخدمة في الزخرفة وكلها بتتكون من اشعار ويد وجلبة ولها مادة لاصقة يعني تكوينها الاساسي كله تكوين واحد اللي احنا شايفينه قدامنا ده مجموعة من الامشاط والاقلام والفرش وطبعا هنتكلم او طبعا هنتناول في الفصل الدراسي التاني كل هذه الانواع بالتفصيل المكونات الاساسية للمراقيش او الفرش اللي الشاطنين اللي كانوا مركزين معايا بيجاوبوا بيقولوا يد من الخشب اشعار طبيعية او صناعية جلبة من المعدن واللي مش شايفينه هو المادة اللاصقة مصادر الاشعار قلنا تلات مصادر يئما مصادر نباتية من الياف النبات ودي للفرش الرقيصة يئما مصادر حيوانية ودي للفرش الغالية السمن واشعارها اشعار الخنزير ودي اجود انواع اشعار الحيوانية وطبعا حتى شعر الخنزير نفسه فيه درجات مختلفة من الجودة مش كله نفس الجودة يعني فيه نوع صلب وفيه نوع ناعم وده برضو هنتكلم عنه بالتفصيل في حينه مصادر الاشعار النوع التالت المصادر المخلقة او المصنعة يبقى مصادر الاشعار عندي مصادر نباتية حيوانية مصنعة ده التالت مصادر لاشعار الفرش تنسيق الاشعار وتجميع الفرشة برتب اطوال الاشعار وببتدي اجمعها حسب الاطوال المتساوية عشان تديني في النهاية لان انا ما بقص الشعر الفرشة الشعر المنزوع من جسم الحيوان لا يتم قصه لان فيه في نهايته اشعار دقيقة جدا مش بتورى بالعين المجردة الاشعار دي هي اللي بتخليه يحتفظ باللون ويلون كويس اذا انا قصيت اطراف الاشعار بتبقى ليس لها خاصية الاحتفاظ باللون وبتلبها يبقى الاشعار بيتم نزعها من جسم الحيوان بعد كده بعمل لها تنسيق بحط كل طول متساوي مع بعضه بعد كده بجمعها بالمدى اللاصقة على جزء من الخشب بعد كده بسبتها مع اليد بتاعتي انواع المرقيش او الفرش المختلفة فرش النظافة طبعا دي بتتعمل من اشعار رخيصة زي ما احنا شايفين كده دي ممكن تكون اشعارها من البلاستيك او من الندائن المصنعة وممكن تكون من الالياف الطبيعية زي لو بتشوفوا حد بيقول لي او بشوف الفرش المصنوعة من النخل من الاشعار او الالياف الخاصة بالنخيل اللي بيستخدموها في نظافة الشوارع برافو عليكم ده برضو شكل من اشكال الفرش او الاشعار النباتية المستخدمة في النظافة وغالبا بتكون اشعارها من البلاستيك او اللدائن وطبعا في بعض انواع الفرش اللي هي نادر او اللي بيستخدمها زي الفرش السلك ودي بيكون اشعارها من السلك يبقى فرش النظافة اشعار متعددة من اسمها بتستخدم في تنظيف الاسطح او في ازالة الدهانات فرش الديانات المائية زي فرش الجير مثلا الجير من الديانات المائية زي ما خدته في الفصل الدراسي الاول في مادة العمليات فرش الجير اشعارها رخيصة لان زي ما احنا درسنا او زي ما احنا عارفين الجير مادة قوية جدا مادة قلوية قوية بتطلف الاشعار لو استخدمت لها اشعار خنزير هتطلف الفرشة تماما فلازم استخدم أشعار تحمل المادة القوية بتاعت الجير وفي نفس الوقت ما تتلفش منها كمان إذا تلفت تكون رخيصة السمن فما تبقاش تكلفة عالية علي دي فرش الجير بتطربة ممكن بدبارة أو بحبل متين مع المادة اللاصقة اللي هي بتكون من الغراء فرش الغراء المستخدمة في دهان الغراء اللي احنا بنسميه دهان الدستمبر دهانات الدستمبر هي دهانات الغراء اللي هي الوسيط بتاعها اللاصق هو مادة الغراء فرش الغراء فرش الغراء بتشبه فرش الجير أحيانا تكون جلبتها مبططة زي ما انت شايف الجلبة مبططة يعني الفرشة مبططة مش دائرية وممكن تكون الجلبة دائرية زي فرش الجير وبرضه هنتكلم عن تفاصيلها وطريقة رسمها كل ده هنقوله بالتفصيل لما نبتدي نشرح المنهج بتاعنا احنا النهاردة بس بنبدي فكرة عامة فرش أو مراقيش الدهانات الزيتية دي من أجود أنواع الأشعار زي ما احنا شايفين في الرسم الجلبة بتاعتها جلبة ايه؟ مرافو عليكم جلبة دائرية بتديني شكل الاستدارة الشعر بتاعها شعر كسيف وتقيل وكتير زي ما احنا شايفين بتتكون من الأشعار من شعر الخنزير أو من الأشعار الصناعية الجيدة وتكون الجلبة من النحاس واليد مصنوعة من الخشب ومدتها اللصيقة بتكون من اللدائن القوية عشان تقدر تقاوم المزيبات الموجودة في الدهانات الزيتية الأمشاط مشت الورنيش والدهان الأمشاط أنواع مشت للورنيش اللي هو الدهان الشفاف والدهانات اللي على الجدران طبعا شكل الأمشاط ده مألوف بالنسبة لنا لان احنا بنشوفها كتير ودي أغلب أنواع الفرش اللي موجودة فيه السوق على شكل أمشاط وقلنا المشت ايه الفرق بينه وبين الفرشة أن جلبته زي ما احنا شايفين مبططة يعني أنا لما بمسكه بلاقيه مستطيل مش دائري ده معنى كلمة مشت المشت زيه زي الفرشة لأنه في الأساس فرشة يد من الخشب شعر طبيعي أو صناعي جلبة من المعدن ومدة لصقة الأقلام قلنا الأقلام فرش ايه اللي مختلف فيها انها طويلة واشعارها طويلة شديدة النعومة بتستخدم في أعمال فنية خاصة زي ايه اول نوع عندي أقلام التصوير بص كده شايف قدامك أنواع متعددة من الأقلام كل ألم من دول بيديني شكل في التلوين الراوند ده العادي خالص اللي بيديني تلوين ومساحات وتداخل الألوان فيه الرفيع جداً اللي بيديني التحديدات أو المساحات الصغيرة فيه الفلات أو المبطط اللي زي ألم المستريك ده اللي بيديني الشكل الخطوط المستقيمة أو القوية فيه عندي شبه ألم المستريك ولكن السطح بتاعه دائري ده بيديني تأثيرات معينة في التلوين فيه طبعاً اللي شبه المروحة اللي مسمينه الفاندا ده برضو بيديني شكل معين وتطشاط معينة في التلوين وعندي برضو المائل ده خاصة في كتابة الخطوط وعندي الموب الأسود لزول أشعار الخنزير الأسود ده برضو بيديني أرضيات نعمة وبيديني امتزاك في الأرضيات بشكل جميل كل الأقلام دي كل ألم منها بستخدمه حسب التأثير الزخرفي اللي أنا عايز أديه في اللوحة طيب قبل ما نبتدي نتكلم عن الإقلام أو ننتقل من الوقتة تانية كلمة تصوير هنا المقصود بها إيه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده لكن هنأكد عليه تاني التصوير مقصود بنقل الطبيعة عملته بالألوان الجواش سواء كانت طبيعة صامتة أو طبيعة حية تاني التصوير هو نقل صورة من الطبيعة يعني أنا النهاردة بتيجي أحيانا تشوف لوحة يقولك إيه؟ طبيعة صامتة طبيعة حية الحاجات دي هتاخدوها بالتفصيل إن شاء الله في الصف التاني في مادة تاريخ الفنون أو الزخارف المادة دي بتتكلم عن إزاي أطلقى الفن وإزاي أقدر أقيم لو أنا قدامي لوحة فنية أعرف مدى جودتها طيب خلينا نرجع لنقطة التصوير معنى التصوير مش معناه تصوير فوتوغرافي طب ليه إحنا دايما في زهننا التصوير الفوتوغرافي لأن التصوير الفوتوغرافي هو نقل للطبيعة بطريقة الفوتوغرافر أو بالتصوير بالكاميرا يبقى تصوير بالكاميرا هو تصوير يعني نقل للطبيعة ولكن بطريقة فوتوغرافية إنت بقى إذا نقلت الطبيعة دي الطبيعة الصمتة اللي هي إيه؟ الطبيعة الصمتة اللي هي كل الجمادات الموجودة في الطبيعة ولكنها لا تتحرك يعني النهار ده مثلا لو أنا جيت رسمت مكعبات أو رسمت أشكال موجودة حوالي مني هي أشكال موجودة في الطبيعة وأنا بنقلها مش من خيالي ولكنها طبيعة غير حية بيسموها طبيعة صامتة جبال أنهار دي طبيعة صامتة لكن لما أجي أرسم طائر أو حيوان أو فراشة دي طبيعة حية يبقى أنا عندي نوعين من رسومات الطبيعة التصوير يأما طبيعة حية يأما طبيعة صامتة يبقى التصوير هو نقل لرسمة أو لشكل من الطبيعة يبقى هنا لما أجي يقولي تصوير زيتي يبقى أنا عرفت أنه هو رسم رسمة طبيعية ولكن بألوان الزيت تصوير بالجواش يبقى نقل بألوان الجواش تصوير بألوان البستل يبقى هو رسم رسمة من الطبيعة ولكن بألوان البستل يبقى التصوير هو نقل للطبيعة ببساطة ولكن باستخدام الألوان المختلفة يتسمى بقى التصوير على حسب نوع الخامة اللي باستخدمها إذا كان ألوان زيتي وأتصوير زيتي إذا كان جواش يبقى تصوير بألوان الجواش أو بالألوان المائية وطبعا نقدر أستخدم أي لون أنت نفسك هتعمل بعض الدراسات الطبيعية في الفصل الدراسي الثاني بالألوان أو بالتحبير ودي تسمى دراسة خطية أو دراسة ظلية أو دراسة لونية لو بالألوان للحاجة الطبيعية اللي أنت بتدرسها يبقى قادي الفراش بتاعتي قلنا نوع الثاني من الأقلام اسمه أقلام المستريك ألم المستريك كلمة مستريك معناها إيه قبل برضو ما نشوف ألم المستريك المستريك هو الخطوط المستقيمة يعني أنا النهاردة عملت اللوحة اللوحة دي مثلا هعمل لها برواز مستقيم الفرشة العادية بتاعتي ممكن أعمل بها خط مستقيم ولكن هتاخد وقت طويل وفي نفس الوقت هي مش صلبة كفاية فهضطر وأنا بحدد بيها أمشي بيها ببطء جدا هتاخد معي وقت كبير أوي في التحديد وفي الملو فعملوا لي نوع من الأقلام أشعرها صلبة شوية مستقيمة جلبتها مبططة أقلام اسمها أقلام المستريك يبقى هي بتديني تأثير مستقيم لأنها أشعرها صلبة فبتبقى سهلة جدا ولطيفة في رسم الخطوط المستقيمة يبقى النوع الثاني من الأقلام هو أقلام المستريك والمستريكات يعني القطوط المستقيمة أو البراويز المستقيمة اللي بتتعمل سواء جوة الرسمة أو حوالين الرسمة من بره ده معنى كلمة إيه؟ مستريك ده شكل أقلام المستريك زي ما احنا شايفين كده الفرق بينها وبين الفرش العادية بتاعتي أولا جلبة مبططة فبالتالي هتديني استقامة على السطح ثانيا شعرها بيبقى أكثر صلابة عشان تديني الاستقامة اللي أنا محتاجها عشان أرسم خط مستقيم دي مهمة جدا في رسم الخطوط المستقيمة طب لما يجي يقول لي مكونة من إيه؟ خلاص إحنا حافظنا بقى أشعار وجلبة ويد النصاب هو اليد النصاب هو اليد جلبة من المعدن أو من الصفيح الشعر عدل أو مشطوف العدل ده للخطوط المستقيمة العادية المشطوف بيستخدم في كتابة الخط العربي أو الخطوط اللي هي كتابة الخطوط زي الكلمات زي لما بنجي نكتب على لافتة كتابة الخطوط بتحتاج شطف مائل وكل زاوية بتديني نوع خط وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما ناخد الخطوط العربية والإفرنجية ده ألم مشطوف خاص بكتابة الخط عندي النوع العدل للخطوط المستقيمة الاتنين بيتكونوا من نصاب أو يد جلبة وأشعار زي جميع أنواع الفرش المختلفة أقلام مستريك العربات بنشوف بعض أنواع السيارات بيبقى موجود عليها خطوط خطوط مستقيمة خصوصا سيارات السياحة أو المدارس بيبقى معمول عليها خطوط مستقيمة طولية من أول العربية أو الباص من أول وآخر بتدي شكل جمالي وبتلفط النظر وبتميزه عن غيره الخطوط اللونية دي لها مستريكات بتكون قوية شوية وفي نفس الوقت أشعارها بتقاوم لأن دهان السليلوز من الدهانات القوية موزيباته زي التنر والأسيتون موزيبات قوية عندي فرش وأقلام السمور والسمور ده حيوان أكبر من الفقر كده شوية زي ما احنا شايفين فرش عادية جلبتها مدورة برضو من جلبة ويده وأشعار ولكن شعرها بيبقى شديد النعومة أقلام الملو والفلتو ألم الملو هو ألم الفلتو ولكن الأشعار أدق أو أرفع يعني بص كده للرسمة ألم الملو نفس الشكل بتاع ألم الفلتو ده الألم اللي بتلاقيه شبه فرشتك ولكن طويل خالص يعني بيبقى اليد ضعف طول اليد الجلبة ضعف طول الجلبة الأشعار ضعف طول الأشعار يعني ده أشعاره أشعار طويلة ده من الأقلام الجميلة اللي بتستخدم في ملو الزخارف بشكل جميل لأن أشعاره شديدة النعومة شعره من الأشعار الطبيعية الجلبة من المعدن أو الصفيح النصاب أو اليد من الخشب ايه الفرق بين ألم الملو وألم الفلتو الفلتات هي الخطوط الرفيعة زي اللي بنستخدمها في تحديد الرسم على الزجاج يبقى كلمة ألم الفلتو ألم بيديني خطوط رفيعة دقيقة زي لما باجي أحدد رسوم الزجاج لازم أعمل فلتات رفيعة متساوية السمك ده بيساعدني في عمل الفلتات أو الخطوط الرفيعة أقلام الكتابة جبنا سريتها وإحنا بنتكلم على ألم المستريك في منها نوعين أقلام الكتابة في منها مدور وفي منها مبطط وبيبقى مشطوف ده شبه الفرشة العادية بتاعتنا دي بتديني شكل عادي أو ملوى عادي في الكتابة في نوع تاني القلم المشطوف أو المبطط ده بتديني شكل الكتابة مباشرة عندي المدقات المدقات من اسمها كده يبقى دي مش بلون عليها تلوين عادي دي بدؤ بيها على السطح برافو عليكم زي لما اشتغلتوا الاسطنبة لما جيتوا تعملوا الاسطنبة كنا بندق يا إما بالاسفنج يا إما بفرش الدق أو مدقات الاسطنبة مدقات وفرش الاسطنبة احنا عارفين طبعا ما هي الاسطنبة الاسطنبة هي عبارة عن رسمة بقوم بتفرغها مع وجود روابط أو فواصل هي فواصل بين أجزاء الرسمة ولكن بتربطها بالأرضية لمنع سقطها يعني لو عندي دايرتين جوه بعض بعملهم اسطنبة مقدرش أعمل دايرتين مباشرة لازم أعمل رابط بالأرضية وإلا الدائرة الصغيرة اللي في النصة هتقع يبقى بعمل رابط مع الأرضية دا الاسطنبة طبعا بعد كده بجيب الفرشة بحط الاسطنبة على السطح وببتدي أستخدم الفرشة بطريقة الدق دق يعني إيه بحطها في اللون بدقها على قطعة الإزازة ووزع اللون على شعرها بعد كده بدقها في الفراغ فيبتدي اللون ينزل من الفراغ فقط ويطبع الرسمة الاسطنبة على السطح بتاعي ده معنى مدقات الاسطنبة وغالبا تكونوا اشتغلتوا بيها في الورشة وإن شاء الله لما نيجي نشرحها هاته لكم على الطبيعة تشوفوها وتتعرفوا على شكلها ده ما دق الاسطنبة أشعره بتبقى صلبة ناشفة لأن طبعا الدق ده مش هينفع أبدا بأشعر طرية أو مرنة لازم الشعر يكون صلب قصير عشان يدي معايا تأثير الدق أو القوة المطلوبة الشعر لو طويل أو ناعم مش هيديني القوة اللي أنا عايزها عشان أسقط اللون على السطح مع عملية الضغط اللي هي تشبه الطرق بالمطرقة عشان كده بيسموها مدقات طبعا لها جلبة ولها يد ولكن أشعرها قصيرة وصلبة مدقات المط كلمة مط الدهان المطفي الغير لامع والدهان المطفي الغير لامع ده بيبقى شكله جميل آه لكن لو اديته تأثير أو تخشين أو شكل زخرفي تحبيب ده هيديله شكل أجمل يبقى تاني الدهان الغير لامع الأفضل إن أنا اديله تأثير وده اللي موجود في الدهانات الحديثة الدهانات الحديثة كلها عندنا فيها تأثيرات زخرفية حتى الدهان من طبيعته بيجي مع فرشة أو هو نفسه بعدما بينتهي على السطح بيديني شكل جمالي محبب وده من الحاجات دلوقتي الجمالية أو الزخرفية في الأسطح فأنا عندي دلوقتي مدق المط بعدما دهانت الدهان الغير لامع هو شكله عادي جدا ومطفي ومش بيلمع فبديله التأثير أو التخشين ده عشان يديله شكل جميل وفي نفس الوقت هو ما فيهوش لمعة زي ما احنا شايفين مدقات المط أنواع مختلفة طبعا بعملها على السطح إمتى أبرافو عليكم قبل جفافه طبعا السطح لو جف خلاص أنا مش هقدر نعمل فيه حاجة هنا السطح وهو لسه طري أقوم أنا مديله تأثير بالدق ممكن دق يديني تأثير زي السفينجة وممكن بالسحب وممكن بالتمشيط ده يديني تأثيرات مختلفة لمدقات الإسطنبا وإحنا قلنا هي من شعر الخنزير أو من المطاط أو الأشعار الصناعية وبتبقى أشعرها كسيفة وكبيرة زي ما احنا شايفين دي فرش حجمها كبير ممكن تبقى جلبة يعني مش لها جلبة ويد زي الشكل المعتاد نبص عليها تاني مش الشكل المعتاد بتاعي بتاع الفرش هي ممكن تكون بالشكل ده بتشبه فرشة التنظيف ليه؟ لأنها بتبقى محتاجة تتمسك بالكف بقوة أتحكم فيها بقوة أكبر مع الضغط على أكبر مساحة من السطح فالشكل ده بيبقى أفضل ممكن تبقى منشور من الخشب مش يد وجلبة والمنشور ده بيبقى متركب فيه الأشعار وفوق منه قطع تانية من الخشب مع المادة اللاصقة يعني الأشعار بتبقى مسبتة في الجزء السفلي وبعد كده بضيف عليه الجزء العلوي وبسبتهم مع بعض وبقدر أمسكها وتحكم فيها بقوة أنا عندي أشكال متعددة من الفرش مدقات المط حسب التأثير أو الشكل الزخرفي اللي أنا عايزة أعمله فيه الدهان بس المهم تكون أقدر أمسكها بأداية بشكل متين وبشكل سابت طريق التنظيف المراقيش الجديدة أنا عندي نوعين من التنظيف عندي تنظيف للفرش إحنا كده خلصنا جميع أنواع الفرش بتاعتنا كلمنا عنها كلها وعن أشكالها طبعا كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل كل مرة بدرس مختلف طريقة تنظيف المراقيش الجديدة هو أنا بنضف الفرش اللي لسه جاية جديدة الفرش وهي لسه جاية جديدة بيبقى فيها مواد نتيجة الحفظ فيها مواد مبيد حشري أو مقاومة للتلف أو للعتة لأن أغلبها مواد طبيعية فالمواد الطبيعية دي ممكن الحيوانات أو يتكون عليها فطريات أو أي مادة من المواد اللي بتحصل للأقمشة والخامات الطبيعية بحط لها مواد مانعة للحشرات وبحط لها كمان مواد بينها وبين بعضها زي الأش أو كده عشان عدم التكسر يبقى أول حاجة لما بستلم الفرشة الجديدة بنضفها وبخسلها كويس بعد ما بخلص تنضيف الفرشة واستعملتها واستخدمتها لازم برضو أخسلها بعد الانتهاء من الاستخدام يبقى الفرش بتتغسل وهي جديدة بتتغسل بعد الاستخدام مباشرة خلينا فاكرين كلمة مباشرة وتلاقي نفسك أنت تعلمت الدرس ده من شغلك في الرسم الفني أو في مادة العملي جرب كده في المواد العملية تستعمل الفرشة في دهان الزيت أو في دهان اللاكيه أو تعمل بها أي تمرين من التمرين اللي أنت بتعملها وتروح من غير ما تخسل الفرشة هتيجي تمسك الفرشة في البيت هتلاقيها إيه نشفت تصلبت إذا كان دهان مائي ممكن شوية مية سخنة نبتدي ندوبها تاني وننظفها وبتبقى فيها بقايا من الألوان بتاخد وقت كبير جدا عشان أقدر ننظفها طب إذا كان دهان غير مائي دهان بلاستيك مائي برضو ولكنه في لدائن ده إذا تجمد على الفرشة لا يمكن الفرشة تنظف تاني طب دهان زيتي برضو إذا حاولت ما فيش حاجة تدوبه غير الطنر وبرضو ما بينضفش بالطريقة الممتازة والأشعار بتتأثر بالغسيل القوي ده والفرشة بتكلاف عشان كده ألاقي بعضكم وطبعا ده أنتوا عارفينه كويس يعني أكيد أنتوا بعضكم يعني بعضكم خاض التجربة دي تبص تلاقي في أول السنة الفرشة بتاعتك الأشعار بتاعتها جميلة كده ومليانة وشعرها كتير كده والفرشة حلوة جدا ما أسها اثنين أو ثلاثة أاجي على نص السنة على الترم التاني ألاقي الفرشة فاضل فيها ثلاث شعرات بالزبط طب الشعر ده راح فين وقع ازاي كل ده من سوق الاستخدام أولا أنا وأنا بشتغل بالألوان الحاجات دي صحيح مهمة في مادة الرسم الفني ولكن احنا بندرس المعدات عشان نعرف نستخدم معداتنا في المواد التانية بشكل سليم ولو تفتكر أنا قلتلك في بداية السنة أن أنا ما عنديش مادة مستقلة عن مادة تانية يعني ما فيش حاجة اسمها دي معدات وده رسم فني لا دي كلها اسمها مواد فنية أو مواد التخصص الفني النظري طبعا مكمل معها المواد العملية كله بيكمل بعضه عشان أنت في الآخر تتعلم صح وتشتغل صح فيش أي حاجة فيهم مستقلة عن التانية تعالي أقولك تاني بعد استعمل الفرشة بتاعتي ازاي أولا وأنا بقلب الألوان سواء كانت ألوان زيتية أو ألوان مائية الفرشة اللي بستخدمها في التقليب غير الفرشة اللي بستخدمها في التلوين ليه؟ تعالي شوف نفسك وانت بتكون اللون بتقلب بتفضل تقلب تقلب ولازم تخبط في جدران البلتة ولازم الفرشة شعرها يحتك بالبلتة عشان عملية تقليب اللون تكون عملية تقليب ممتازة إذا أنا استمرت أقلب بالفرشة بتاعتي بالطريقة دي هتبص تلاقي كل مرة وقع منها شوية شعر هتبص على نهاية الترم تلاقي الفرشة الأشعر بتاعتها كلها تسقطت يبقى أنا بجيب فرشة تكون رخيصة السمن أو من اللدائن باستخدمها في التقليب بعد ما أقلب كويس جدا وامزج اللون بتاعي وحصل على الدرجة اللونية اللي أنا عايزها أبتدي أخذ الفرشة دي أخسلها واشيلها وابتدي ألون بفرشة التلوين هنا أنا حفزت على فرشة التلوين بتاعتي فضل شعرها ناعم وجميل ونظيف وفي نفس الوقت إيه بقى مهم جدا زي ما أنا خلصت فرشة التقليب وغسلتها فرشة التلوين مجرد الانتهاء من التلوين أخسلها مباشرة وإنت بتخسل الفرشة بتفرق الشعر بين إيديك وتفرده كويس جدا تحت المية أو على حسب السائل اللي انت بتخسل بيه طب افترضنا دهان زيتي هخسلها فيه النفض بلاش الجاز لأن الجاز فيه مادة الكابريد ودي بتتلف شعر الفرش خاصة إذا كانت فرش غالية أو من نوع الأشعار الحيوانية هخسلها بالنفض أو بالتربانتين لو كان دهان زيتي هخسلها بالمية إذا كان دهان مئي فورا لانتهاء من الاستخدام وهي لسه الدهان فيها لين لم يجف لأن إذا الدهان جف ده هيؤدي إلى تساقط أشعار الفرشة صعوبة تنظيفها خشونة الأشعار وده هيخلي الفرشة بتاعتنا تتلف وتبقى غير صالحة للاستخدام وياريت نعمل ده في الفرش بتاعتنا عشان تعيش معنا أطول فترة ممكنة فترة فيها أجازة ومش هستخدم الفرشة بعد تنظيف الفرشة ممكن أدهنها بالفزلين أجمع الأشعار بتاعتها مع بعض عشان ما جيش وأنا مخزنها لو خزنتها بطريقة غلط أجي أطلع الفرشة ألاقي الشعر بتاعها كل شوية في اتجاه وده طبعا عمره ما يطلع لي نتيجة جيدة الفرشة اللي بتطلع نتيجة جيدة في التحديد لازم يكون أشعارها ملمومة بتديني في النهاية سن مدبب شعرها ناعم ومتماسك مع بعضه عشان أقدر أحدد بيها وتديني نتيجة كويسة يبقى الفرشة بتاعتك فور الانتهاء من الاستخدام تخسلها مباشرة بنوع المزيب تنظفها كويس جدا وتضغط على الأشعار بتاعتها عشان تنزل أي بقايا لون موجودة جوة بين الأشعار والجلبة بعد كده بجففها وبسيبها في مكان آمن وبحطها لو لها غطى بغطيها أو بحطها بين صفحتين كتاب عشان أحافظ على الأشعار مفروضة بشكل كويس إذا هسيبها الفترة طويلة بدون استخدام بدهنها بالفزلين الفزلين بيحافظ عليها ويخليها تفضل أشعارها متجمعها مع بعض ونعمة وبعد فترة بخسلها تاني بالصابون بترجع كأنها لسه جديدة وأقدر أستخدمها مع بداية الأجازة أو مع بداية بعد الأجازة بداية السنة الدراسية الجديدة وهي كأنها جديدة وطبعا أنا أفضل جدا أن أنت ما تركنش الفرش والألوان في الأجازة الرسم عليه درجات كتير جدا إحنا عندنا المواد العملية والرسم لاتنين مجموعهم بيتعدل متين درجة ده مش درجات قليلة يبقى أنا الرسم عندي مادة مهمة استغل لوقت الصيف إنك كل أسبوع ترسم لوحة واحدة إيدك تتمرن عشان لما ترجع للدراسة يعني أنا مش معا أن أنت تركن الفرشة فرش والألوان لازم تفضل معنا حتى في فترة الأجازة ما نستغناش عنها لأن طبعا الرسم من المواد المهمة 100 درجة من المجموع يقدروا طبعا يغيروا مجموعك ويغيروا طبعا إن شاء الله في المستقبل يكون لهم أثر كبير إن أنت تدخل كلية مع المواد العملية 140 درجة تقريبا وممكن أكتر فإحنا عندنا هنا مجموعة درجات دي ممكن يفيدنا جدا في السنة دي والسنوات القادمة فإنك تكون من المتفوقين ومجموعك يكون دايما عالي نرجع بقى للفرش بتاعتنا زي ما اتفقنا الفرش عند التغزين لازم أحفظه بشكل جيد النوع الثاني من وسائل تطبيق الدهان استوانات توزيع الدهان يعني أنا النهاردة لو عايز أدهن على السطح عندي عدة وسائل يا إما بدهن بالفرش يا إما بدهن بالاستوانات التوزيع اللي هي المشهورة أو المعروفة باسم الرولات وطبعا كلنا شفنا الرولات طب هما دول بس طرق توزيع الدهان أو طرق تطبيق الدهان لا ده فيه طرق كتير لكن انت ان شاء الله تاخدها في السنوات القادمة ده الشكل المعتاد للرولة اللي احنا عارفينه بنشوفه لما بنشتريها طبعا اللي عارفين أو اللي بيستخدموا الرولات وطبعا انت ان شاء الله قبل ما توصل الصف الثالث هتكون قادر تماما ان انت تقوم بتطبيق الدهان بنفسك في البيت يعني تقدر تدهن الشقة وتساعد ماما وبابا في ان انت تغير شكله والوان الشقة بسهولة عندي هنا الرولة اللي عارف الجزء اللي عليه اللباد أو الفروة أو الوبرة اللي بتمتص الألوان واللي بتقدر تقوم بعملية الدهان الجزء ده قابل للتغيير يعني اذا الرولة نفسها بقت تالفة اليد موجودة فيه جزء الداخلي اللي هو بيدخل جوه اليد عشان تلف حوالين منه اللي استوانة الجزء بقى الخارجي ده اذا مثلا تلفت الوبرة اقدر غيره واجيب وحدة جديدة طبعا الرولة زيها زي الفرشة واكتر اذا ترقت اللون عليها هتفسد تماما الرولة دي اذا فقدت نعمتها والوبر بتاعتها التسقط ببعضها خلاص اصبحت عديمة القيمة يبقى بعد الانتهاء من الاستخدام لازم على طول اخسلها طب دي الرولة العادية اللي بدهن بيها الاسطح فيه رولات تانية غير الرولة العادية دي طبعا فيه طبعا قلنا رولة العادية عليها الوبرة زي ما احنا شايفين باحجام مختلفة الوبرة دي كمان انواع مختلفة ليه لما انت هتروح المحل عند الموان اللي هو بائع البويات يعني هتلاقي نفسك بيقولك انت عايز الرولة دي لدهان لك ايه ولا عايزها لدهان مائي هتلاقي فيه الرولات اسفنجية فيه رولات مططية فيه الرولات من اللباد اللي هو الوبرة الوبرة دي للدهانات المائية إنما الإسفنجية أو المططية شوية دي بتستخدم في دهانات ألا كهات يعني باختصار مش كل رولة حتى لو كانت رولة عادية والدهان يفضل أنواع معينة على حسب نوع الدهان اللي هتطبقه علشان تمتص الدهان والمسام بتاعتها تتملي به النوع الثاني وده الجديد اللي انتشر جامد جدا دلوقتي ومن الدهانات الحديثة اللي هي بتستخدم في تطبيق الدهانات الحديثة بتدي أشكال زخرفية الرولات المزخرفة زي ما انت شايف كده الرولة المزخرفة بتتعامل بطريقة معينة تخيل نفسك إن المطاط اللي ملفوف حوالين الرولة ده مفروض بيترسم عليه رسمة الرسمة دي بتتعامل بارز وغائر مين اللي بيلتقط اللون الجزء البارز فيبتدي لما تلف على السطح تطبع الرسمة طبعا بتتعامل بطريقة هندسية معينة بحيث إنها لما تلف عدة لفات واربعض الرسمة تفضل منسابة ما يبقاش فيه فاصل يعني مش يبان دي نهاية اللفة ودي بدايتها لأ هي معمولة إن النهاية تكون متوأمة مع البداية بحيث إن الشكل في النهاية من أول الحيطة الأخيرة كأنها وحدة زخرفية متكررة وده لي أساليب هندسية في التكرار وإن شاء الله هنشرحها برضو بالتفصيل لما نوصل عندها بص هنا الرلة المزخرفة دي عامل فيها إيه؟ عامل حاجة ظريفة جدا عامل رلتين تحت بعض رلة عادية فيها اللون ورلة مزخرفة بحيث إن انت وانت ماشي على السطح بالرلة المزخرفة بتسحب اللون من الرلة العادية يعني الرلة العادية دي وظيفتها إيه هنا؟ بتغذي الزخارف باللون فطول ما انت ماشي تديها لون محتاجش كل شوية في رلات خاصة خاصة يعني إيه؟ رلة مش معمولة للدهان زي إيه؟ الرلات الصلبة اللي بتستخدم في لسق ورق الجدرون في لحمات الورق بحتاجة دوس عليها برلة خشبية صلبة زي ما انت كده لما بتلزق حاجة مش بتفضل تدق عليها جامد عشان تسبتها ورق الجدرون أنا مش أفضل ألف على الحطة أدق عليها لأ أنا بعمل إيه؟ بجيب الرلة الصلبة دي أضغط بها على لحمات الورق عشان تديني أكتر تثبيت ممكن للحمات الورق فيه طبعا رلات خاصة بتستخدم فيه الدهانات الجديدة زي دهانة جرافياتو الرلات دي بتديني أشكال جديدة جميلة ومش شرط إنها تكون من المطات أو اللباد ممكن تكون من مواد صلبة فيه رلات الطباعة دي بتستخدم فيه طبع كتابات أو أشكال معينة زي لما حد بيعمل إعلان متكرر ممكن يعمل الكتابة عليه والكتابة دي أقدر أكررها بدون ما أعيد الكتابة يعني خلينا نتخيل إن أنا بدل الزخرافة دي بدل الرسومات عملت كلمة لما الرلة كلف لفة كاملة تطبع للكلمة دي على السطح في عندي رلة مزودة بخزين ليه؟ بدل ما أعود أنا كل شوية أحط الرلة في اللون وطلعها وكل ما اللون يقل أرجع أحط لها لون تاني وهكذا لا جوه الرلة فيه خزين الخزين ده طبعا فيه سقوب السقوب دي بتغزي الرلة بنسب معينة مع الحركة كل ما بحتاج هي بتتغزى داخليا مش محتاجة إن أنا أغزيها من برة لما الخزين يفضى بملاه تاني وطبعا دي أفضل في التطبيق من إن أنا أعود كل شوية أحط الفرشة فيه اللون فيه بقى بعض الأشكال من الرلات المزخرفة خلينا نشوفها مع بعض ده بيفرق في إيه؟ الرسمة اللي على سطح الرلة هي اللي بتحددلي الشكل الزخرفي المطبوع على السطح وطبعا أنا بختار اللون فيه ناس تحب تختار لون متوافق زي مثلا الرسمة اللي على اليمين هو اختار لون أفتح شوية من لون الأرضية على الشمال لا اختار لون مخالف تماما ده حسب زوء المزخرف وحسب زوء صاحب العمل العميل أو صاحب الجدار أو اللي هو الشخص اللي دي شقته أو ده مكانه هو بيختار على زوءه يبقى ممكن توافق وممكن تضاد نفس الحكاية هنا بص على الشمال ده توافق ليه؟ نفس الزخارف بنفس لون الأرضية ولكن بدرجة أغمق شوية هنا نفس الحكاية يبقى اعتمد على التوافق هنا فيه رولة بتعملي تأثيرات الخشب المجزع مش احنا عندنا تجزيعات في الأخشاب فيه ناس بتحب شكلها لكن مش هيقدر يعمل بركية أو مش هيقدر يعمل خشب على الحيطة التجليد بيسموه تجليد على الجدران تجليد بالخشب فبيعمل تأثير الخشب كأنه خشب فيديله نفس الإحساس الجمالي بدون يستخدم الخشب الطبيعي فيه زي الشكل العليمين ده زي ما احنا شايفين رسومات رقيقة بسيطة من نفس لون الأرضية بتدي بس تأثير زخرفي كل دي أشكال مختلفة من التوتشات طبعا أنا عندي كل شركة أبداعت في إنتاج أنواع من الرولات طبعا في رولات مش فيها رسمة فيها تتشات عشوائية يعني اللباد متركب عليها بطريقة عشوائية معينة ودي كانوا المزخرفين اللي هم العمال البسطة كانوا بيعملوها بطريقتهم هم قبل ما تبتكر الرولات دي جاهزة كان العامل يجيب كيس بلاستيك أو ورقة جرنان يطبقها ويكرمشها بطريقة معينة كده ويبتدي يعمل بها التأثير الزخرفي ده أو قطعة قماش قديمة أو قطعة مشمع قديمة يكرمشها بطريقة معينة ويدي التأثير ده فهم دلوقتي بدل ما كل واحد يكتهد ويعمل ده من دماغه بدأت أن هم يعملوا لي رولات فيها أشكال غير منتظمة يعني مش بتديني وردات وطيور وفرشات لا هي بتديني شكل زخرفي عشوائي فيه ناس بتحب الشكل ده لأن ده بيدي تأثير فني جميل مش لازم يكون شكل منتظم زي ما حنا شايفين كده أشكال رولات بتديني أشكال عشوائية ولكن في النهاية هي شكلها زخرفي جمالي بتديني تأثيرات كنا بنسميها وإحنا في دراستنا الجامعية ملامس بتديني ملامس مختلفة حتى أنت لو بصيت كده تحس أنها مدية تأثير بالنعومة أو بالخشونة ودي سميكة ودي صخرية فده بيديني ملامس مختلفة عن طريق استخدام الألوان المختلفة والتأثيرات الزخرفية المختلفة في مرشة الدهانات المائية دي برضو من طرق تطبيق الدهان يبقى احنا خدنا كم طريقة في تطبيق الدهان خدنا تطبيق الدهانات بالفرش المختلفة خدنا تطبيق الدهانات بالرولات عندي تطبيق الدهانات بالمرشة المرشة زي ما احنا شايفين عبارة عن استوانة الاستوانة دي معرضة للضغط او بتبقى فيها هواء مضغوط الهواء المضغوط بيضغط على الديهان الديهان بيخرج من خلال خرطوم وفي النهاية بيبقى فيه جهاز للرش على السطح عشان يرش الديهان الضغط هنا فايدته ايه؟ فايدته ان الديهان يخرج مندفع ناحية السطح ومتفتت الى رزاز صغير لو من غير الضغط ده الديهان كان هيطلع قتلة واحدة تاني فكرة الرش او الديهان المضغوط بالهواء ودي على فكرة موجودة فيه مسدس الرش الهوائي موجودة فيه مرشة الديهانات المائية موجودة حتى في مرشة الديهانات العادية اليدوية او البخاخ لو ركزنا شوية كده في فكرة البخ المائية بالبخاخة الفكرة كلها بتعتمد على ايه؟ انا النهاردة لو انا المائة نزلت بدون ضغط هتنزل في نفس المكان اللي هتخرج منه وشيبقى فيه اندفع ناحية السطح يبقى الضغط عمال لي ايه؟ بيزق المائة بشكل قوي زي لحما احنا بندوس على الفتحة بتاعة الخرطوم الماء كل ما بتضغط على فتحة الخرطوم الماء الماء بتندفع لمكان ابعد هتنفس النظرية كل ما بتضغط على الديهان الديهان بيندفع نحو السطح بقوة اكبر فبالتالي قوة الضغط لازم تكون معقولة يا دوبك تدفع الديهان نحية السطح الحاجة التانية الهواء لما بيدخل جوه الديهان بيعمل لي عملية اندفاع قوي نحية السطح بيقسم الديهان او بيفتته الى زرات صغيرة يبقى الهواء هنا بيدفع الديهان ويفتته الى زرات صغيرة نرجع بقى لمرشة الديهانات بتاعتنا ده شكل مرشة الديهانات ان شاء الله في عندي طبعا البخاخ اليدوي دي كده نهينا الجزء الخاص بالمرشات او الديهانات المائية كلها المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن المعدات الخاصة وهنبتدي نكمل بقية تعرفنا في منهج الفصل الدراسي ارجو ان انتو تكونوا تابعتم معنا الحلقة بشكل جيد احنا نهاردة اتكلمنا عن ساكاكين المعجون اتكلمنا عن انواع الفرش المختلفة سواء كانت فرش او اقلام او مدقات او امشاط باي انواعها اتكلمنا كمان عن طريقة استخدام الاستوانات او رولات التوزيع سواء كانت عادية او مزخرفة اتكلمنا عن ان انا عندي رش الدهانات مائية وعندي بخاخ يدوي لرش الدهان او لرش الدهانات المائية كده ان شاء الله احنا عملنا مقدمة جيدة للمعدات ان شاء الله من الحلقة اللي جاية هنبتدي نشرح بالتفصيل الدروس بتاعتنا اتمنى ان انتو في الترمي التاني تكونوا موفقين معنا ان شاء الله زي ما احنا فاكرين دايما ان اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين اترككم في رعاية الله شكرا موسيقى